سيد الحدّادي لو تحدّثنا عن شخصية سيد محمد الشياع السوداني ما الذي يجعله يحظى بمقبولية ربما كافة القوى أو أغلب القوى السياسية وهذا طبعا جاء على بيانات القوى السياسية التي صدرت اليوم ويوم أمس أيضا والحديث لك تفضّل نعم تحية لكم ولكل سادة المشاهدين ابتداء اختيار سيد محمد الشياع السوداني جاء وفق آليات ومواصفات ومعايير وضعها الإطار التنسيقي في شخصية رئيس الحكومة القادم واجبة التوفّر حتى ينال ثقة الأعضاء وأيضا السيد محمد الشياع السوداني صاحب تجربة ناجحة في عموم المناصب التي تسنّمها عموما أيضا كانت المنافسة تدور ما بين السيد محمد الشياع السوداني والسيد الغبان والسيد قاسم الأعرجي إلى حين انسحاب السيد قاسم الأعرجي الذي ما كانت هناك قناعات كاملة بهذا الاتجاه وأيضا الهيئة العامة هي من حسمة الجدل بهذا الموضوع وتم التصويت على اختيار سيد محمد الشياع السوداني سيد محمد الشياع السوداني أيضا من مزاياه هو ممكن أن يمثل بصاحب حركة سياسية وله حزب وله أيضا يعني يمتلك ثلاثة أعضاء لحركة ناشئة جديدة بالتالي هذه كلها عوامل ومقاييس ممكن أن ينجح أو يحظى من خلالها على ثقة الهيئة العامة للإطار التنسيقي إذا ما أردنا أن نتحدث بشكل منفرد عن الآليات والضوابط التي وضعها الإطار فبالتالي الإطار التنسيقي كان يبحث عن شخصية تكون قادرة على تنفيذ الرؤى والستراتيجيات والمنهاج الحكومي وأيضا القرارات المهمة الواجب تنفيذها في الحكومة المقبلة وأيضا السيد محمد الشاعر السوداني بحكم التجربة كان أيضا جيد بهذا المجال خصوصا بالمنهاج الوزاري ليس غريبا عن العملية السياسية هو معاصر للعملية السياسية منذ بدايتها إلى يومنا هذا ونلاحظ أيضا أن هناك حالة من الارتفاع بمستوى ووضع السيد محمد الشاعر السوداني من قائم مقام إلى محافظ ثم وزير إلى رئيس كتلة برلمانية والآن هو إن شاء الله يمضي كرئيس للوزراء ونتمنى أن ينجح بمهمته وأنا متأكد من نجاحي باعتبار هناك العديد من العوامل المتوفرة لنجاح السيد محمد الشاعر السوداني الأولى وجود كتلة برلمانية ذات عدد كافي منسجمة فيما بينها متفقة عليه وأيضا هو على المستوى الشخصي هو قادر على أن يخوض التحديات ويمتلك رؤية ويمتلك حلول طيب سيد علي يعني كما تفضلت قبل قليل السيد الشاعر قد عاصر العملية السياسية وهو صاحب تجربة ناجحة أيضا لكن التكليف شيء والتشكيل شيء آخر هل سيترك السيد محمد الشاعر السوداني باختيار حكومته هل ستطلق له اليد باختيار وزرائه دون تدخل الإطار التنسيقي بالتأكيد يعني هذه واحدة من القضايا التي ممكن أن تكون هي ضمن القضية التشاركية بالآراء مع الإطار التنسيقي نعم هو له الكامل الحرية وهذا ما التزم به جميع قوى الإطار بتقديم كابينته الوزارية وأسماءها وشخصها ويبقى للإطار حق النقاش فقط بالأسباء فيما لو هي مؤهلة أو غير مؤهلة تنجح بالمهام التي تقدموا إليها أو لا تنجح هذا القدر من التدخل بالنسبة للإطار التنسيقي تعرف اليوم الإطار هو من يتحمل الوزر الأكبر يعني الحديث واضح بالشارع أن هذه الحكومة هي حكومة الفرصة الأخيرة وأيضا يواجه الإطار تحديات يجب أن ينجح فبالتالي تقع على الإطار وعلى قواه وعلى جميع قادة الإطار مسؤولية إنجاح هذه الحكومة ومراقبة أداء الحكومة وأيضا مساعدة الحكومة في الاستشارات في القضايا الدعم لإنجاحها بالتالي الإطار لا ينظر إلى أن محمد الشيع ينجح بمفرده أو يفشل بمفرده الفشل هو فشل الإطار التنسيقي وفشل قيادات الإطار التنسيقي وليس فشل محمد الشيع السوداني واحدا طيب هذه المرة أو هذه الحكومة المقبلة تختلف عن جميع الحكومات التي سبقتها هذه المرة الأولى التي يتحمل فيها طرف سياسي مسؤولية تشكيل الحكومة وكما تفضلت أنت أيضا قبل قليل وقلت الإطار يتحمل وزر الحكومة المقبلة طيب كيف ستختلف هذه الحكومة بتوجهاتها بعملها التنفيذي إضافة بالخندق الآخر ربما هناك معارضين أيضا لهذه الحكومة سيكونون فما الاختلاف اليوم في حكومة الشيع السوداني ممكن أن يكون الاختلاف الوحيد الآن يعني ممكن واحدة من النقاط التي تعتبر سابقة لأول مرة ما ذهب إليه الإطار بطريقة الإختيار وآلية الإختيار أيضا هي شكلت جدار أمام أي تدخل خارجي يعني اليوم خلال المباحثات كثير من الآراء والتدخلات من أطراف خارجية حاولت أن تعطي بعض التصورات حاولت أن تدخل بطريقة الإختيار لكن الآلية التي وضعها لإطار فرضت هذا الجدار ولم يعني يتلقى أي تدخل أي صدى داخل قرارات الإطار التنسيقي هذه نقطة مهمة أيضا تحسب لهذه الحكومة أنها جاءت برؤية وطنية داخلية بتصويت نواب منتخبين من الشعب هذا أولا القضية الثانية في خضم سؤالك أو في مرتكس سؤالك أن هذه الحكومة قد تختلف أن جميع من سيتقدمون للكابينة الوزارية للكابينة الحكومية سيكونون من ذات الجهة بالتالي الأطراف التي كانت تعمل سابقا هي رجل بالحكومة ورجل معارضة للحكومة يعني داخل ضمن منهاج الحكومة ووزراء ووكلاء وغيرها لكن بالحقيقة هم أعداء للعملية السياسية وأعداء للحكومة هؤلاء كانوا كثيرا ما يعرقلون قرارات مجلس الوزراء القرارات المهمة المتعلقة بقوت المواطن بقضايا التنمية بقضايا الإعمار هذه الحكومة قد لا تشهد هذه الحالة على اعتبار كل الطيف الحكومي سيأتي على أقل تقدير منسجم مع هذه الرؤية بالضرورة مع رؤية الإطار ما يتبنىها الإطار المنهاج الحكومي الأولويات الواجب العمل عليها من قبل الحكومة القادمة تعرف اليوم رئيس الوزراء عند منهاج ورؤية للقيادة والبناء وللقوة السياسية حق تقدير المواقف الستراتيجية المتعلقة بالمرحلة القادمة أبرزها قضية الدخولة هذا يدفعنا إلى سؤال أيضا أستاذ علاء يعني ما هي أولويات البرنامج الحكومي لحكومة السيد شياع السوداني يعني ما هي الملفات ذات الأهمية وكما تفضلت قبل قليل قلت سيكون للإطار الرأي على السوداني وأيضا نكرر ما هي الأولويات لدى الإطار أيضا لا لا هي فقط على السوداني وإنما هي ممكن أن نسميه برنامج تم وضع ما قبل مناقشة حتى رئيس الوزراء الإطار التنسيقي كان يناقش قضيتين مهمتين الأولى آلية الاختيار والمواصفات والثانية ما تحتاجه المرحلة للمعالجة من قبل الحكومة القادمة وعلى أساس هذه الملفات تم يعني اختيار رئيس الحكومة هل سيكون هذا الشخص الذي اختاره قادر على مواجهة هذه التحديات اللي من ضمنها قضية الانتهاكات اللي إذا تحصل الآن الملف الاقتصادي على رأس هذه الملفات مسألة الاستقلالية ومسألة خروج القوات الأجنبية من العراق ملف الحجد الشعبي واحد من الملفات المهمة قضية العلاقات الداخلية أيضا واحد من أهم القضايا اللي ناقشها الإطار هو وجود شخصية قادرة على أن تكون محورية لاستقطاب أو على أقل إعادة توازن القوة السياسية الداخلية تعرف اليوم بعد استقالة التيار الصدري صار هناك نوع من الانقسام أو الآراء المتباينة قد تذهب باتجاه العمل باتجاه إفشال هذه الحكومة بالتالي نحتاج إلى شخص رئيس وزراء يكون ذا خطاب مرن وقادر على أن يستوعب كل الأصوات المعارضة على أقل تقدير يتعامل بكياسة وسياسة مع هذه التحديات الموجودة بالداخل أيضا طيب يعني ذكرنا التحديات وذكرنا كيف السيد السوداني سيقنع بقية الأطراف السياسية لكن بودي أن أعلم كيف سيقنع الإطار كيف سيقنع الإطار التيار الصدري والسابقين يعني المنسحبين بالدخول إلى حكومة جديدة وكيف سيقنع بقية الحلفاء أيضا لا هو يعني ما ماكو قضية تحرك باتجاه المستقيلين أو المنسحبين بين هذا لكن ما سيحدث بالشارع من أداء من عملية تغيير حقيقي بمنهاج الحكومة أولا حسب ما يعني هذا أيضا هو إلى موقف سابق لسيد محمد الشاعر السوداني يتحدث عن قضية إنصاف الفقراء إنصاف الشعب قضايا الاقتصادية وغيرها هذه واحدة ستكون رصيد لمحمد الشاعر السوداني لمواجهة من يحاول أن يقلل من إمكانيات هذه الحكومة وتعرف اليوم المعارضة هي نص دستوري وموجود يعني هي لا كفلها الدستور بالتالي لكن من الضروري والواجب من يعتقد أنه جاء من أجل مصلحة الشعب حتى في المعارضة يجب أن يكون ضمن معارضة بناءة تخدم المواطن لا تكون معارضة هدامة وبالتالي ما سيعمل عليه محمد الشاعر السوداني ونجاحه في الخطوات الأولى هي التي ستكون رصيد وسد وأيضا هي الضمانة لاتجاه هذه الأصوات التي ممكن تحاول تشوشر على حكومته وأداء حكومته أما الإطار التنسيقي بالشكل العام سيكون مراقب لأداء هذه الحكومة داعم تارة ومصحح تارة أخرى وأيضا يوجه النصح والإرشاد بهذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر